جلسة علنية جديدة للبرلمان الموليتاني في دورته المنعقدة حالياً للمصادقة على مشروع قانون يتضمن مدونة السير برئاسة السيد أحمد والحمادي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية وفي بداية الجلسة التي تمت بحضور وزير التجيزي والنقل قدم رئيس لجنة العدل والداخلية السيد محمد الأرزيزي ملخصاً لمحضر اللجنة حول مشروع القانون الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2006 المتضمن لمدونة السير وخلال هذه الجلسة أوضح وزير التجيزي والنقل السيد محمد والأحمد والمحميد في عرضه ما مسدت النواب أنه وبالرغم من خفاض حوادث السيري جراء البرامج المتعددة للقطاعات التي بضعتها الحكومة حرصاً منها على سلامة الطرق إلا أن هذه الحوادثة ما تزال تحصد المزيد من الأرواح وأضاف الوزير أن بلادنا ما زال تطبق في مواجهة هذه العوامل إطاراً قانونياً يصعب التوفيق بينه وبين السلوك المتهور وغير المسؤول لمستخدم الطرق لا سيما في حالة تكرار المخالفات على حد تعبيره وأشار إلى أنه ونتجة لهذه الوضعية يتي مشروع القانون الحالي لتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-047 المتضمن لمدونة السير فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بسلامة السير على الطرق واعتبر وزير التجيز والنقل أن انقسام النواب في مداخلاتهم بين من يرون العقوبات الوالدة في مشروع القانون متساهلة ومن يرونها متشددة يشكل دليلاً على أن مشروع القانون نجح في تحقيق التوازن المطلوب للعقوبات مما يجعلها قابلة للتطبيق وقادلة بالتالي على تحقيق الأداف المرجوة منها وأشار سادة النواب في مداخلاتهم إلى أهمية اعتماد هذه التعديلات التي تشكل رادعاً لمخالف قوانين السير مما يحد من الحوادث وبالتالي حماية المسافرين وامتلكاتهم وطالبوا بتطبيق قوانين السير مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق هذه النصوص لا في الحاجة إلى تشديدها من جديد واستغلب بعض السادة النواب تركيز جميع العقوبات المقترحة في مشروع القانون على مستخدم الطرق في حين أن المخالفات والحوادث التي تحصل قد تكون نتيجة لإهمال جهات متعددة من بينها السلطات المسؤولة عن تشييد وصيانة طرق أو تلك المخولة لمنح رخص السياقة وأكد سادة النواب في مداخلاتهم على محورية طريق الأمل نظراً لكونه يربط جل ولايات الوطن مما يطلب التركيز عليه وإنجاز مختلف في أشغال ترميماته بالسرعة المطلوبة مشيرين إلى أن التهالك بعض مقاطع هذا الطريق صعب حركة المرور عليه خصوصاً مقطع بوتلميت ألاك وفي نهاية هذه الجلسة صادقت الجمعية الوطنية على مسرع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني المتضمن لمدونة السير